بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحصاها يعني حفظها يعني فهمها يعني عمل بها يعني عاش معها مع أسماء الله أول اسم من أسماء الله جل وعلا لفظ الجلالة لا يسمى بالله إلا الله اسم علم على الذات العليّة اسم تشتق منه جميع الأسماء والصفات اسم تضاف إليه جميع الأسماء يعني إن قلت يا الله تقول يا الله يا عزيز يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا لطيف لفظ الجلالة الله ورد في القرآن الكريم ألفين ستمية تسعة وتسعين مرة ورد في أوائل الآيات وفي وسط الآيات عندنا صورة في القرآن الكريم كل آياتها ورد فيها لفظ الجلالة وهي صورة المجادلة أو المجادلة وآيات كثيرة في القرآن تبدأ بلفظ الجلالة الله يقول جل وعلا في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وكثير من أهل العلم يرجحون أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم ومنهم من قال بأن اسم الله الأعظم ينحصر في ثلاثة أسماء في اسم الله الله والحي والقيوم وقد تكررت في القرآن في ثلاثة مواضع وأيضا عندنا آية في سورة النور بدأت بلفظ الجلالة الله الله نور السماوات والأرض وعندنا أيضا في سورة الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وفي سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال قم في جوف الليل قم في وقت السحر وقل يا الله ناجي مولاك باسمه وتذلل إليه سبحانه فلا يرد سائلا دعاه ولا يرد طارقا وقف على بابه أبدا قل يا رب أريد كذا وكذا وأتذلل إليك بكذا وكذا وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أذكر مولاك باسمه الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لأنه أمرنا بالإكثار من ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا نعيش مع اسم الله الله لننعم بأنوار هذا الاسم العظيم نسأل الله جل وعلا أن يطلعنا على أسرار أسمائه الحسنى وعلى أنوار اسمه الله اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته